بدورها اشترطت كتلة المشروع العربي النيابية خمس نقاط أو نقاط على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مقابل التصويت على منحها الثقة تم حور أبرزها حول كشف الجهات التي تورطت بقتل المتظاهرين وعدم إهمال مطالبهم وجاءت الوثيقة الصادرة عن الكتلة إن على رئيس الوزراء المكلف أن يتسم بأخلاق وعطف الأب وليس بأخلاق شخصية حزبية وطائفية مشددة على ضرورة أن يولي علاوي إعادة إعمار المحافظات المحررة الأهمية القصوى وإعطاء الأولوية لمحافظة نينوى كونها أكثر المحافظات تضررا وجاء في الوثيقة أيضا إنه ينبغي على رئيس الوزراء أن يسحب بعض الفصائل المسلحة المنتشرة في محافظة نينوى والتي يمكن الهدف من وجودها أو يكمن الهدف في وجودها ابتزاز المواطنين وإهانتهم واستبدالهم بقوات الجيش حصرا فيما اختتمت الشروط بضرورة حصر السلاح بيد الدولة